ماذا يجري في بريطانيا؟ تضارب في الأنباء أشعل عنوين الأخبار منذ صباح اليوم إلى حد أعادت تحذيرات من الحرب العالمية الثالثة إلى الشاشة مرة أخرى باختصار وزير الدفاع الجديد أخذته الحماسة قليلا خلال لقاء أجراء أو أجراه مع صحيفة تيليغراف وقال فيه جملة من التصريحات المهمة من بينها احتمال إرسال قوات بريطانية إلى أوكرانيا بهدف تدريب جنود هناك ضمن برنامج تنفذه المملكة حاليا لكن على أراضي حلف النيتو هذا يعني إقدام بريطانيا على خطوة لطالما تجنبها التحالف لأنها تعني جرارة إلى مواجهة مباشرة مع روسيا فرفض إرسال أو كان رفض إرسال قواته رسميا إلى هناك كما رفض طلب أوكرانيا إقامة منطقة حضر جوي فوق أراضيها خشية حرب مدمرة الرد من روسيا جاء سريعا ومدويا كالعادة نائب رئيس مجلس الأمن ديمتري ميدفيديف هدد بالقضاء على المدربين البريطانيين بلا رحمة محذرا من اقتراب ساعة الصفر في الانزلاق نحو سراع مباشر مع النيتو لم يكتفي بذلك بل رفع سقف التحذير عاليا حين شبه حلف شمال الأطلسي بمحور هتلر ووصف قادته بالبلهاء الذين يدفعون العالم بقوة نحو حرب عالمية ثالثة رئيس الوزراء البريطاني من جهته ريتشي سونك صب الماء على التصريحات المجتعلة وأكد عدم وجود خطط حالية لإرسال جنود بريطانيين إلى أوكرانيا بهدف تدريب جنودها في الوقت الحالي مشيرا إلى أن هذه الخطوة قد تكون ممكنة على المدى الطويل هذا التضارف في الأنباء عاد إلى الواجهة انتقادات لاحقت تشابس بوز فور تعيينه وزيرا للدفاع أواخر أغسطس أبرزها أنه سياسي يفتقل للخبرة العسكرية في زمن تتقدم فيه بريطانيا على سلم الدعم العسكري لكيف في مواجهة موسكو مع بدايات الحرب رفضت بريطانيا إلحاق مواطنها بجبهة القتال في أوكرانيا وقال وقتها قائد قوات المسلحة البريطانية أن انتقال البريطانيين إلى القتال غير قانوني وغير مفيد داعيا للبحث عن وسائل أخرى لدعمها في مواجهة الغزو الروسي وفي نوفمبر من العام نفسه كانت أول زيارة لرئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك إلى كييف وأعلن فيها عن تقديم منظومات دفاع جوي بقيمة 50 مليون جنيه استرليني لأوكرانيا إضافة إلى مساعدات إنسانية استمرت المساعدات العسكرية البريطانية في التدفق إلى أوكرانيا حتى بدأت بريطانيا في يناير من العام التالي بإرسال أسلحة ثقيلة من ضمنها دبابات تشالينجر 2 ومنظومات للمدفعية عقب مطالبات متكررة من أوكرانيا لم تتم الاستجابة لها سابقا ليس ذلك فحسب بل أثرت بريطانيا الجدل بعد إعلانها إمداد أوكرانيا بقذائف مزودة باليورانيوم تخترق الدروع لاستعمالها في دبابات تشالينجر 2 البريطانية الصنع والتي منحتها الجيش الأوكراني لكن في شهر يوليو من العام نفسه عبر وزير الدفاع البريطاني بن والاس عن تذمره من الطلبات الأوكرانية التي لا تتوقف وقال إن بلاده ليست متجر أمازون مطالباً الأوكرانيين بإظهار الامتنان للمساعدات الغربية لم تمر سوى أيام حتى استقل والاس من منصبه وأرجعت الاستقالة إلى التصريحات الموجهة لأوكرانيا رغم أن السياسي البريطاني كان من أبرز الداعمين لكييف وكان من أشد المتحمسين لمنحها دبابات قتالية وفي نهاية سبتمبر أعلن وزير الدفاع البريطاني الجديد جراند شابس عن نية بلاده إرسال جنود إلى أوكرانيا للمرة الأولى منذ بداية الحرب وقال إنه يناقش مع سلطات الدفاعية إرسال جنود بريطانيين بغرض تدريب الجيش الأوكراني منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير 2022 حجزت مريطانيا مقعداً متقدماً لها بين الدول الغربية الداعمة لكييف في مواجهة موسكو هذا ما يؤكده مسار الجسر الجوي الذي ينطلق من المملكة المتحدة إلى بولندا محطة العبور التي تهبط فيها المساعدات الغربية قبل أن تصل إلى وجهتها الأخيرة إلى أوكرانيا بريطانيا هي الثاني أكبر مزود للمساعدات العسكرية الغربية بعد الولايات المتحدة بتزويدها كييف بأربعة مليارات وستمائة مليون جنيه سترليني حتى الآن تحت هذا الرقم تندرج قائمة طويلة من الأسلحة الفتاكة بما فيها الصواريخ المضادة للدبابات والمدافع وأنظمة الدفاع الجوي والمركبات القتالية المدرعة وذخائر المضادة والدبابات من طراز تشالنجر والطائرات مروحية إلى جانب ثلاثة أنظمة إطلاق صواريخ متعددة بعيدة المدى من طراز أم توني سبنتي في مايو من عام عشرين ثلاثة وعشرين اتخذ منحنى دعم عطفا حين وعدت الحكومة البريطانية بدعم أوكرانيا بصواريخ ستورم شادو الدقيقة بعيدة المدى وبطائرات هجومية مسيرة بعيدة المدى لتكون بذلك أول دولة تقدم على خطوة من شأنها مادو كيف بصواريخ يغطي مداها أي هدف على امتداد رقعة أوكرانيا لكن تقارير إعلامية بريطانية تؤكد أنه لم تصدر إشارة تثبت تنفيذ هذا العهد حتى الآن خزان الدعم البريطاني لأوكرانيا يشمل برنامجا تدريبيا طويل الأجل للقوات المسلحة الأوكرانية يهدف إلى تدريب ثلاثين ألف جندي أوكراني بحلول نهاية عام عشرين ثلاثة وعشرين هذا الدعم العسكري يعززه إسناد من الاستخبارات البريطانية التي تتصدر المشهد عبر رصدها المكثف للتطورات على أرض المعركة قبل أن تعلن نيتها تكثيف نشاطها في البحر الأسود لحماية السفن التجارية هناك هذا الدعم السخي الذي يتخذ مسارات عدة تفسره رغبة بريطانيا لتصدر المشهد العالمي بعيدا عن عباءة دول الأوروبية التي تحللت منها وهي رغبة اختزلتها وثيقة حملت عنوان بريطانيا العالمية أعلنتها حكومة بوريس جونسون أنذاك التي رفعت لواء المساعدات في بداية هذه الحرب لكن في مقابل هذا الضخل العسكري والاستخبارات والاقتصادي هناك تيار في بريطانيا يتمنى موقفا مغايرا هذا تجلى في تضارب الأنباء اليوم إزاء إرسال قوات بريطانية إلى أوكرانيا لتدريب جنود هناك وانعكس أيضا على تصريحات لوزير الدفاع السابق بن والس التي رد فيها على طلبات كيف المتزايدة للأسلحة قائلا إن بريطانيا ليست أمازون العالمية لبيع الأسلحة بالتجزئة محذرا من نشوب صراع عالمي أوسع بحلول نهاية العقد لم لا وبريطانيا التي تضع خططا لزيادة إنفاقها الدفاع ليبلغ 2.5% من نتجها المحل الإجمالي تعاني مستويات النمو المتواضعة تضعها في ذي لقائمة نمو اقتصادات الدول المتقدمة الكبرى وتضغط عليها حركات إضراب واسعة تشل الحياة فيها إذا نناقش هذا الملف مع ضيفي من لندن عبر تطبيق زوم ينضم إلينا سيد بول شولت أستاذ فخري في جامعة بريمينجهام والمدير السابق للانتشار وتحديد الأسلحة في وزارة الدفاع البريطانية أهلا بك ومن بيروت ينضم إلي عبر الأقمار الصناعية العميد لياسة حنى الخبير العسكري والستراتيجي أهلا ومرحبا بكم سيد بول أبدأ معك ما الذي حصل بالضبط هل أخطأ وزير الدفاع البريطاني الجديد بشأن مسألة تدريب القوات داخل أوكرانيا وبالتالي تراجع عنه صونك أم أنه تصريحه بالفعل يعني فسر بالخطأ أم أن هناك توجه حقيقي فعلي في الكواليس لإرسال هذه أو نقل عمليات التدريب هذا إلى أوكرانيا في وقت قريب أعتقد أن هذا ما نسميه في بريطانيا عاصفة داخل نطاقنا ضيق وبريطانيا لطالما كانت ترغب مساعدة أوكرانيا ونحن قرينا بمسؤولياتنا لمساعدة دولة تقضع لعدوان ولكن من جهة أخرى كنا نود أن نتفادى أن يكون هناك حرب بين روسيا ودول النيتو وبالتالي في كل مرحلة بريطانيا تقوم بكل ما بوسعها لمساعدة أوكرانيا عسكريا ولكن بحذرين وأعتقد أن هذا ما حدث الآن وكما قلتم فإن جراند شابس وزير جديد وقام بتصريحات حول إمكانية إرسال البريطانيين لتدريب أوكرانيين بدلا من أن يأتوا إلى بريطانيا للتدريب وعندما وصلت هذه التصريحات لانتباه رئيس الوزراء والإعلام الدولي قرر رئيس الوزراء أن يكرر ويذكر بأن هذه الخطوة غير مطروحة حاليا وأعتقد أن هذا كل ما حدث وطبعا هناك مجموعة من التهديدات التي اعتدناها من روسيا تحذر من هكذا خطوات لكي لا يتم إذن توصول إلى حرب عالمية الثالثة سبق أن رأينا ذلك سنتحدث عن هذه النقطة بعد قليل أنتقل لسيادة العميد الياس ضيفي من بيروت أهلا بك من جديد سيادة العميد يعني تصريحات ريتشي سونك في المقابل لم تنفي هذا المسعب قال أنه نقل عملية التدريب إلى أوكرانيا لن تجري في الوقت الحالي قد تجري في المستقبل وقد يكون هناك وقت مناسب في المستقبل لنقلها إلى أوكرانيا هل تعتقد أنه سيكون هناك وقت مناسب في المستقبل لنقل عمليات التدريب هذه إلى أوكرانيا؟ أولا لندع أو نفهم الصورة الكبرى يعني من يضع الاستراتيجية الكبرى أو الوضوح الاستراتيجي هو الرئيس بايدن يعني الولايات المتحدة الأمريكية هي زعيمة هذا التحالف مع أوكرانيا ضد روسيا اثنين هذا الوضوح الاستراتيجي كان حدده الرئيس بايدن بشكل واضح لا لقوات من النيتو على الأرض الأوكرانية لا قوات أمريكية فقط سلاح وهذا السلاح يخدم مرحلة معينة وله متطلبات ميدانية آنية يعني بكل مرحلة من مراحل الحرب بأوكرانيا رأينا سلاح يناسب الوضع الهايمرس في المرحلة الثانية الدبابة في المرحلة الثالثة بعدها الباتريوت اليوم نتحدث عن الأتاكامس نتحدث عن الأف 16 فإذا نحن بالتدرج بدأنا ولكن ما قاله رئيس الوزراء البريطاني في مرحلة لاحقة أو لم يخطئ وزير الدفاع أنا أعتقد احتمالين يعني هو تسرع لأن الفكرة أصلا موجودة أو أنها اختبار لردة الفعل يعني عندما تعطي حتى الآن 113 مليار دولار أمريكي لأوكرانيا من قبل أمريكا 43 مليار دولار مساعدات أمنية وعسكرية هذا أمر مهم أو أن ترسي لبعض الجنود للتدريب فإذا قد يكون هذا اختبار معين ولكن لا يجب أن ننسى المؤتمر للتصنيع والصناعات العسكرية الذي عقدها منذ يومين وقرارات للشركات الأمنية للشركات المصنعة للسلاح أن تفتح لها فروع داخل أوكرانيا وهذا الأمر يتطلب تدريب يتطلب اختصاص يتطلب اختصاصيون وهذه البلدان التي قررت أن تستثمر داخل أوكرانيا هي فرنسا بريطانيا السويد والولايات المتحدة الأمريكية فعندما نتحدث عن حادث بسيط والمهم والأكبر هو ما يحدث حاليا على أرض المعركة فعندما نحن في مرحلة انتقالية قد يكون تسرع الوزير أو أنه قد تكون عملية اختبار بلون اختبار لرؤية رد الفعل أما الحديث عن الحرب العالمية الثالثة ما المقصود بالحرب العالمية الثالثة سنأتي على هذه النقطة بعد قليل سيدة العميد يوم كل الدراسات سنأتي على هذه النقطة بعد قليل بلا شك نقطة جدا مهمة اسمح لي أن أرحب بضيفي من مدينة سامارة الروسية سيد نيكولاي كوستيكين الخبير في أشعون العسكرية والستراتيجية ينضم إلي في هذه اللحظات أهلا بك سيد نيكولاي سيد نيكولاي يعني على الجانب الآخر خرجت سريعا ردود الفعل الروسية وتم الإعلان عن أنه روسيا مستعدة لاستهداف هؤلاء المدربين البريطانيين إذا ما حطوا أقدامهم في أوكرانيا إلى أي مدى روسيا بالفعل مستعدة لاستهداف هؤلاء داخل أوكرانيا وألا تضع في عين الاعتبار الدخول في مواجهة مباشرة مع الناتو على الاعتبار أن بريطانيا هي عضو رئيس في هذا الحلف مرحبا بكم شكرا لكم على استضافتي مرحبا بكم أنا أعتقد أنه في هذا السياق لا يدور الحديث عن وجود أي خطوط حمراء فتم الإعلان منذ فترة طويلة من قبل الكريملين أن أي وحدات عسكرية سوف تتواجد في أراضي الدولة الأوكرانية سوف تصبح هدفا مشروعا وأنا سأضيفه إلى ذلك فهناك عدد كبير الآن من المرتزق والعسكريين الذين يتواجدون بدريقة غير قانونية من دول الحلف فهم يتواجدون في أوكرانيا بدريقة غير شرعية أو رسمية ويتم أسرهم أو يتم قتلهم خلال المعاركة وقسر القول يجري كل ذلك وخلال فترة طويلة في إطار المواجهة أظن أنه ليس هناك أي فرق بين الوضع القانوني أو غير الشرعي لمثل هذه الوحدات العسكرية هل سوف يحملون الأعلام الوضنية لبلدانهم أو سوف يتواجدون من دون الارتداء بالملابس الرسمية أو بدون أي إعلان رسمي من قبل لندن أو واشنطن فإن هذا الوضع بشأن إمكانية إرسال وحدات عسكرية غربية إلى هذه الدولة فكما قال زميل المحترم من بيروت فأظن أن ذلك عاصفة في الكأس أو الزوبعة في الكأس فلا أعتقد أن القوات الغربية اليوم موجودة على الأرض في أوكرانيا وعلى الأقال ينسقون الأعمال القتالية بالإضافة إلى استخدام مختلف شبكات الاتصال بغت تنسيق النشاطات العربية وفي حال لم يكن مثل هذه الشبكات لانتهد هذه العملية الأسكرية الخاصة سيد نيكولاي سيد بول وسيادة العميد دلياس أرجو منكم التفضل بالبقاء معنا أنتم أيضا مشاهدين تفضلوا بالبقاء معنا إذن ندب إلى فاصل قصير وسريع ونعود نستأنف هذا النقاش نتحدث أكثر عن تحذيرات روسيا من نشوب حرب عالمية ثالثة وتبعات أي خطوة مشابهة في المستقبل طبعا الخطوة البريطانية بعد الفاصل ابقوا معنا البريطاني الجديد والتي جاء فيها أن هناك توجه لدى بريطانيا لنقل عملية التدريب التي يقوم بها مدربون بريطانيون لجنود أوكرانيين نقلها من أراضي حلف الناتو إلى أوكرانيا ما أثار طبعا موجة من ردود الفعل وعلى رأسها ردود الفعل الروسية نتابع هذا النقاش أعود وأرحب بضيوف سيد نيكولاي ضيفي من روسيا سيد بول ضيفي من لندن وسيادة العميد لياس حنى ضيفي من بيروت سيادة العميد أعود إليك بالسؤال تحديدا من ردود الفعل الروسية نائب رئيس مجلس الأمن القومي الروسي ديمتري ميدفديف حذر إذن من نشوب حرب عالمية ثالثة حالة حصل ذلك وأقدمت بريطانيا على خطوتها هذه هل تعتقد أنها تصريحات في إطار الردع فقط أم أن هناك خطر حقيقي من نشوب هذه الحرب في حال حصلت هذه الخطوة أو أي خطوة مشابهة لها سيما وأن روسيا اليوم تعتبر أن هؤلاء هم أهداف مشروعة لها أولا إذا كانوا في أوكرانيا هم أهداف مشروعة يعني عندما تعطي بريطانيا دبابات شالنجر إلى أوكرانيا لقتال الجيش الروسي هذه الدبابات حتى ولو كانت بريطانيا هي من ضمن الأهداف الأساسية هناك شيء بديهي وعادي وموجود اليوم إذا دخل العسكر البريطاني للتدريب داخل أوكرانيا وتم استهدافه هذا لا يعتبر وكأنه اعتداء على حلف النيتو لأنه لا ينطبق البند الخامس على هذا الموضوع واحد الكل والكل الواحد لماذا؟ لأن الاعتداء أو الاستهداف حصل في أرض في بلد ليس عضو في حلف النيتو يعني كما يستهدف الأمريكيون في سوريا إذا صح التعبير فهذا نحن أمام معادلة مختلفة ولكن تعودنا دائما مع الرئيس السابق ميد فدير أن يكون الخطاب عالي جدا حتى الوصول إلى التهديد بالنووي حتى الرئيس بوتين هدد بالنووي في وقت من الأوقات أو النووي التكتيكي وهدد بنشر السلاح التكتيكي في بيلاروسيا فهذا اليوم هناك العقيدة الروسية النووية تقول أنه نحن نرد عندما يتم استهداف الأرض الروسية أو يتم تهديد وحدة الأرض الروسية خاصة في المحيط المباشر حتى ولو كانت الحرب تقليدية فإذا أنت أمام مرحلة نووية عالية اللهجة زاد سلاح غير عادي من سلاح الدمار الشام لحماية عملية عسكرية يعتبرها الرئيس بوتين أنها عملية عسكرية عادية ما المقصود بحرب عالمية ثالثة أو حرب عالمية؟ الحرب العالمية الأولى لم تكن عالمية هي كانت في أوروبا الحرب العالمية الثانية كانت عالمية اليوم عندما نتحدث عن واقع وتوزيع القوة في العالم يجب أن نأخذ بعين الاعتبار الأسلحة النووية الأسلحة النووية بين الكبار ممنوعة فأسلا سنذهب إلى حروب بالواسطة يعني اليوم بين الصين وأمريكا هناك تايوان بين الغرب وروسيا هناك أوكرانيا نذهب إلى الحرب بالواسطة ولكن القلق العالمي هو الذي يتم الحديث عنه ما المقصود بحرب عالمية ثالثة أنا أستبعد هذه الفكرة العظيمة والكبيرة ولكن دائما هي من ضمن الردع المستعمل لحماية الإنجازات العسكرية داخل أوكرانيا من هنا أذهب بسؤالي لسيد نيكولاي سيد نيكولاي ما رأيك بأن الحديث اليوم عن حرب عالمية ثالثة هو على الأرجح للردع وهل نتوقع أن يعود الخطاب الروسي للحديث عن الخيار النووي التكتيكي في الأيام القليلة القادمة؟ في هذا السياق يجب علينا أن نقسم عددا من الحجج أول فيما يتعلق بالخطاب الرسمي لموسكو واحتمال حقيقة لاستخدام الأسلحة النووية بتبيعة الحال موسكو تدرك خطورة مثل هذا التبادل بين الضربات النووية فبما أن الرجل الذي قد خدمت في أكاديمية الحماية البالوجية والنووية فأنا أدرك أن مثل هذا الصراع النووي سوف يؤدي إلى فقدان كل البشرية وانقراض البشر ككل فإن كبار الأطراف أيضا يدركون كل ذلك كل هذه الخطورة فإن هناك عقيدة نووية واضحة لدى الدولة الروسية فهي ترسم وبشكل واضح إمكانية وأهليات استخدام الأسلحة النووية فخلافا للأطراف الغربية الروسية دائما كانت ولا تزال تحافظ على هذه الأقيدة بما في ذلك خلال تنفيذ العملية الأسكرية الخاصة بأوكرانيا فلذلك أظن أن مثل هذه الحادثة بالرغم من هل كان هناك أي قوات غربية في الأراضي الأوكرانية لا أظن أن هذا قد يؤدي إلى نشوب حرب علامية ثانية ثالثة أو استخدام الأسلحة النووية ولكن مثل هذا التواجد قد يرفع من احتمال لجوءنا أو انزلاقنا إلى مثل هذه الخيارات وكما أشار إليه وبشكل صحيح سابقا ديفكمال كريم من بيروت فهناك الكثير من الخطوات باتجاه هذا التسعيد ولكن ما هو الطرف الذي قد يقدم على خطوة تالية ومقبلة يتولد الانتباع أن بعد عداء حلف الشمال الأطلنطي اليوم يتعمدون إلى اللجوء إلى بعد التسعيد لسبب ما ولكن قد يتم اعتبار ذلك ابتزاز وفي حال تم القضاء على الوحدات الغربية في الأراضي الأوكرانية فبتبيعة الحال نحن قد نرى إمكانية استخدام المضى الخامس لاتفاقية واشنطن الأمر الذي قد تعتبره دول النيتو نتيجة والسبب لإمكانية استخدام الأسلحة النووية ولكن بالرغم من كل ذلك اسمح لي أن أنطلق من هذه النقاط بسؤالي الأخير لسيد بول سيد بول يعني بناء على كل ما ناقشناه من نقاط الآن وأعود إلى تصريحات ريتشي سونك التي ذكر فيها أنه إرسال المدربين والقوات إلى أوكرانيا لن يحصل في الوقت الحالي متى تعتقد أنه سيكون الوقت مناسب لإرسالهم لتجنب الدخول في صراع مع روسيا لا أعتقد أن هذا احتمال يمكن أن يحدث لأن التدريب متقدم في بريطانيا وفي أماكن أخرى من أراضي النيتو وعلى الأرجح أننا لن نرأنا بريطانيا فجأة سوف تقرر أن ترسل المدربين لأن التدريب لا يحدث في حالة طوارئ بل التدريب هو عملية مستمرة تجري في الخمسية والسياسة لا تتغير في هذا الشأن ولكن تجدر الإشارة إلى أن الوضع الحالي يذكر بتحذيرات روسية سابقة ومرارا وتكرارا يقول لنا أن الغرب وليس فقط النيتو بل دول الغرب بما في ذلك أيضاً أستراليا ونيوزيلندا واليابان تساعد بطريقة ما والتحذير هو أن إذا الغرب تجرأ بأن يسمح لدولة مثل أوكرانيا ويأتي ذلك أشهر بعد توقيع روسيا على تصريح بالقول أن حرب نووية يجب أن لا تشن ولا يمكن أن نربحها وبالتالي هناك قليل بالمنطق الدبلوماسي أو السياسي في روسيا بخلاف التحديد بالرشوء إلى النووي وكل مرة تصدر هذه التحديدات مقنعة أقل ولكنها فضيعة وتعزز من خطر الذي يتعرض له العالم والعالم يلاحظ أن مدفدف سبق انحدد بذلك عدة مرات ولا يخاف من هذه التصريحات ولكن يخسر الثقة أكثر في قدرة روسيا على ضبط النفس يطول الحديث طبعا أشكرك جزيل الشكر سيد بول شولت أستاذ فخري في جامعة برامينغهام المدير السابق للانتشار وتحديد الأسلحة في وزارة الدفاع البريطانية شكرا لك الشكر موصولي سيد نيكولاي كوسيكين الخبير في شؤون العسكرية والستراتيجية وأشكر ضيفي من بيروت سيادة العميد لياس حنة الخبير العسكري والستراتيجي شكرا جزيلا لكم